تحت شعار نعيدها دولة يريد رئيس اتلاف دولة القانون نوري المالكي وبقوة سلطته المالية ونفذه في الدولة العميقة أن يدخل المعترك الانتخابي لكن يبقى التساؤل الذي يطرح نفسه بقوة وكيف يعيدها دولة وعن أي دولة يتحدث وهل يقصد دولة الثماني سنوات التي حكم بها العراق والتي أضاع فيها مئات المليارات من الدولارات وسلم ثلثيها العراق لتنظيم داعش المالكي الذي أكد في دعايته الانتخابية إنه يريد إجراء الانتخابات كما تريدها المرجعية ولعله تناسى فتوى المرجعية الشهيرة بأن المجرب لا يجرب فكيف من جرب ثمانية عوام وفشل في أداء مهمه ويخشى المالكي من نفوذ غريمه التقليدي مقتدى الصدر الذي يسعى هو للظفر برئاسة الحكومة من خلال تياره ومن أجل ذلك فقد أكد المالكي مؤخرا أن يده ممدودة للصلح مع الصدر مؤكدا إنه لا يريد استمرار الخلاف لا مع مقتدى الصدر ولا مع غيره وبعد أن حكم العراق وهدر أكبر موازنات البلاد يؤكد المالكي أن لا استقرار ولا أمن ولا عيش كريم إلا بانتخاب دولة القانون ماذا يريد الآن وماذا سنخسر إذا عاد وهل سنخوض حربا بالنيابة جديدة بدلا من إيران وسوريا أي تنظيم سيظهر بعودة المالكي بعد القاعدة وداعش ترجمة نانسي قنقر